الاسواق الاسبوعية في حضرموت تقليد متوارث في المدن والارياف وحركة تجارية مستمرة على مدى ايام الاسبوع ومركز تجمع وملتقى خصوصا لسكان الارياف للحصول على حاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية السوق الربوع يعتبر تراث شعبي حضرمي منذ القدم يعني منذ ما تكونت انا او منذ ما عرفت من ايام التسعينات السنوات التسعينات فسوق الربوع يحتوي على عدة سلع وانواع وحاجات لتلبية رغبات المواطنين والمواطن الدوعني حتى خارج الدوعني فيرتدونه جميع الزوار من داخل دوعن وخارج دوعن المناطق المرتفعة الضليعة وما جاورها من المناطق منطقة بضة بوادي دوعن هي احدى المناطق التي يوجد بها سوق الربوع والتي مع اشراكة كل يوم اربعاء تبدأ الحركة الرسمية بالسوق فيما يتعجل البعض العرض والبيع منذ عصر الثلاثاء ويعود انشاء هذه السوق الى مطلع تسعينيات القرن الماضي بحسب ما هو متداول لكن السكان المحليين يرجعون تاريخه انتدادا لزيارة الشيخ معروف باجمال التي تقام في ذي الحجة من كل عام هذا السوق يقام كل يوم اربعاء يبدأ من الفجر الى وقت الظهيرة طبعا هذا السوق كان عبارة عن زيارة سنوية تقام كل سنة ثم في بداية التسعينات تحول من زيارة سنوية تعرف لي بزيارة معروفة الى سوق اسبوعي مثل ما ذكرنا يقام صباح كل يوم اربعاء هذا السوق يرتاده العديد من الاهالي من اهالي المنطقة تبضى هو ايضا مناطق دوعا بالاضافة الى مناطق المدريات المجاورة الوادي دوعا مثل الضلاعة وغيرها ويعد سوق الربوع قبلة للمتسوقين والقادمين من وادي دوعا والمدريات المجاورة وكذا من شبوة في حين يأخذ السوق رونقا اخرا وزخما غير مسبوق مع انتهاء رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك ويحوي السوق معروضات مختلفة وامتنوعة من الوسط الاشياء الى اغلاها الا ان طريقة العرض تختلف طبعا فكل شيء هنا مؤقت فما تراه اليوم معروضا على الارض فلن تشاهده مرة اخرى الا بعد انقضاء سبعة ايام السوق الربوع يعتبر من اهم الاسواق بدوعا ونحن نجي من مناطق بعيدة علشان نطلب الله في هذا السوق ومن ناحية الاسعار السعودي هو غالي فعلا لكن الصبر ان شاء الله ان ربنا ان شاء الله حسن الاسواق ان شاء الله تتعدى العمل ان شاء الله وينقسم السوق الى عدة اقسام فقسم يخص الاغنام والماشية بانواعها واخر للخضار وللاسماك الطازجة والمجففة واخر للحلوية والبهارات كما يوجد قسم خاص بتجارة العملات شراءا وبيعا وتغييرا كل هؤلاء الناس وهذا الصخب والمعروضات لا اثر لكل هذا عند انقضاء السوق في الحادية عشر ظهرا حيث يغادر الجميع على امل استدارة يوم الاربعاء القادم وهكذا اعواما بعد اعوام وعقودا بعد اخرى